نعود مشاهدين الكرام إلى موضوع ثانوية الراهبات في بغداد والمزيد بشأن هذا الموضوع معنا من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية سيد جوزيف صليوة مرحب بك سيد جوزيف إذن هناك أنباء عن عزم حكومة العبادي هدمى ثانوية الراهبات في بغداد كيف ترى هذا القرار مع تكرار الحكومة لاعتداء على أملاك المسيحيين في المدة الأخيرة تحية طيبة لكم سيد الكريم في الحقيقة لحد هذه الرحظة هناك أنباء متضاردة بهذا الشأن هناك من ينفي هذا الخبر وهناك من يؤكد هذا الخبر وبسبب طيقة فقط لم نتمكن من تأكد من مدى صحة هذا الموضوع ولكن إذا كان هذا الأمر حقيقي أو فعلا هناك نية حقيقية لتعديم هذه المدرسة التي هي عراقية بانتياج فهي احتضرت المسلمين والمسيحيين وجميع المكونات الصعب العراقي وتخرجوا منها خيرة المثقفين والسياسين العراقيين وفي جوهر الموضوع إذا كان هذا الأمر صحيح هناك تقصير من طرف الكنيسة ومن طرف الحكومة العراقية من طرف الكنيسة لأنها تعود هذه المدرسة ملكيتها إلى الكنيسة ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع من الكنيسة أي طوضح بهذا الشأن وهذا أمر عجيب غريب هل أنه كميسة مرافقة على تهديم هذه المدرسة وبيعها أم يتم ذلك تحت وطأة التهديد وإجبار قيادة الروحية المسيحية لتخلي عن هذه الأقارات فإذا كان الأول احتمال الأول فهذا بادل خطيرة جدا فإلا كيف يجوز للمؤسسة الدينية أن تتنازل عن أقار هو صرح أراقي بامتياس يفتخر به المسلمين قبل المسيحيين هل أن الكنيسة بحاجة إلى النقود؟ الجواب لا إذا كيف يجوز للرجال الذين التصرف بممتلكات الكنيسة أو الممتلكات العراقية وهي لا تعود إلى عائلة معينة أو شخص معين؟ يعني ذكرت سيد جوزيف أن هذه الثانوية قد أصبحت معلما تاريخيا بغداديا ولكن على رغم من تضارب الأنباء كما أكدتم ومن نفي أمانة بغداد علمها قرار هدم المدرسة وهناك بعض المصادر تؤكد أن ذلك سيتحقق هل ستتخذون بصفتكم نوابا خطوات استباقية لوقف هذا القرار إذا تقرر تنفيذه؟ بدون أدنشك اليوم قبل نصف ساعة نحن تحركنا في كتة الوركاء وكذلك هناك تحرك جماهيري واشع من منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن قد أبلغنا أمم المتحدة وسوف نتحرم من صحة هذا الموضوع إذا كان هذا الأمر صحيح سوف نخرج في السارع للتظاهر ونطالب بعدم هذا الصرح العلمي السقاسي العراقي بإمتياج هناك تحدثت عن أن هذه الثانوية التاريخية التي ستهدم من أجل بناء مركز تجاري لصالح أحد قادة حزب الدعوة كيف ترى تغول أحزاب معينة على الصالح العام؟ يعني هذا يبدو إذا كان هذا الخبر صحيح بأكثر دقة كما سمعنا سوف يتحول هذا المكان إلى مول مول تجاري في بغداد في هذه الحالة يكون هناك عمل ممنهج لإزالة كل معلم عراقي ثقاسي تاريخي يعود تاريخه إلى قديم الزمان أو إلى عراقة العراق يكون هناك عمل ممنهج برقبل الجهاد المتطرفة الكامية وذلك من أجل إزالة هذه المعالم التاريخية التي نفتخر لها جميعا فهذه بادرة خطيرة جدا ولا يجب السماح بهكذا سلوك تجاه التاريخ البغدادي الأراقي الذي يمتل الجميع شكرا جزيلا لك إذن بغداد نأب عن قائمة الوركاء الديمقراطية السيدة جوزيف أسليبا